السلام عليكم ورحبا بكم في قناة قوم فوزين اتمنى يراب يكونوا كاملين بألف خيل وصح حاو سلامة يا رب عواشركم بروكابس حاو السلامة بكل ما تتمنى ان شاء الله واليوم غدي نحضروا مع بعض قريكعات او لقري شلس عشرة من عجين واحد نشكله منه ثلاثة اشكال تعطي كمية معقولة يعني كل نوع اعطاني جوز ليف من هذا القياس يعني تعطي كمية معقولة وتيجي مدى قرائع مقر المش وغزال بثلاثة اشكال العادي يعني هذا القريكعات العاديين لتنصوبه وهذا خلاص اللي مفندين في السمسيم او لزجلان ايضا تيجي ورائعين وهذا دود زرعة الكتان سيجي وغزالين هاد الاصابع بزرعة كتان ايضا تيجي ورائعين نتمنى هاد القشراحات اللي غدي نعطيكم اليوم ترككم وتنالسي حسانكم تجربوهم في بيوتكم وتاكلوهم بصحة الهنا وكالعادة اذا عجبتكم الحلقة اليوم ما تنسونيش مدعواتكم اليوم هاد القريكعات هاد القريكعات او الكاكعات نصف كأس زنجلان او السمسم مع معلقة كبيرة النافع تحميص خفيف نصف كأس نصف كأس زيت كأس سكر سنيدة نصف كأس ماء الزهر عندي قبزة الملح وعندي دقائق حسب الخليط منقيم 8 جرام هادو هما المقادير مع سكر سنيدة واحد كأس سكر سنيدة هاد نضع القبيصة دي الملح نصف كأس كأس الزيت سنضع هذا على نصف ممكن لزيادة التنسيم تضيفه حتى ملح لزيادة التنسيم نصف كأس الحليل ايضا هاد نصف كأس الماء الزهر نصف كأس الزيت مع مع معلقة كبيرة مملوقة بالنافع تحميز نصف كأس نصف كأس نضيف لهم نصف بودرة يمكنك العوض بقية نضيف لمعندي تجمع نضيف الدقيقة حتى نضيف الدقيقة على عجينة متماسكة نضيف الدقيقة على ثلاث كرات نضيف الدقيقة على ثلاث كرات ونضيف العجينة نضيف الدقيقة على ثلاث كرات بدون تحميس غير نقيتهم وممسحتهم بمنديل مبنل أول شكل لكم عكاة اللي عملنا بودول كتان سنأخذ هذه الكرة ونبسطها بالمطلق سوف نبدأ نشكل شراء ترقيقة تقريبا نصف سنتين ممكن تعملوا حتى الرقم من هكذا باش نحصل على أسابع بعد ما نقطعهم شراء طويلة بهذا الشكل ممكن ترقوه أو لا تعرضوهم حسب الرغبة ديالكم سوف نحاولو عاود نعطوهم الشكل على حسب القياس اللي انتو ما بغيتو نحاولو عاودوهم في النصف باش كي يجي ورقاق يعني شكلهم كي يجي ورقاق نحاولو عاودو نحاولو عاودو ستين مياو ستين مياو سبعين دراجا يدهب اللون لها لهم ونشوفوه ان شاء الله سنأخذوا كرة أيضا من العجين سنقسموها كويرات باش غاد نشكلو منها حراب نحاولو نرقوهم قدر الإمكان نحاولو نرقوهم يعني شيئا ما على حسب القياس اللي انتو ما بغيتو سافي وكن ناخدو سكين وكن نبدو نقطعو بشكل محرف بهذا الشكل سواء ترقوهم او لا تغلضوهم حسب الرغبة ديالكم تقريبا ما كامل ساعتين في كل قطعة سافي وكن ناخدو القطع هادو وكن نضعوهم في اللاطة كان نعمروا اللاطة ديالنها بلقعيكعات بهذا الشكل وقد ندخلهم فران ساخن على درجة حرارة 170 درجة يدهب اللون ديالهم يعني كان نحركوهم مرة مرة حتى يتحمروا لنا من جميع الجهات ونشوفوهم ان شاء الله بالنسبة للكرة الاخيرة ايضا سوف نقطعوها بهذا الشكل باش سوفوا منها حراب اللي سوف نمروهم في الزنج الآن ابيض البيض وفي السمسم سوف نقوم بتغليم بعد باكة نكون شكلنا الحراب اللي ديالنا يعني حاولوا ارقوهم لأن فيهم الخميرة سوف يزيدو اختامروا سوف نأخذ بيضاً سوف نأخذ أبيض بيت سوف نضع فيه قليل من الخل أو الألباني لكي تهرسو الزفرة سوف نمرر سوف ندهن سوف نضيف الزفرة ونضيف الزفرة سوف نضيف الزفرة سوف نضيف الزفرة نحصل على حرابل 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 الشجاع. بغيتو تخلوهم هكذا بعدها بغيتو تعودو ترشوهم باش ياخدوا السمسم اولى الزنجلال من جميع الجوانب ممكن. سافوا وغادين وضعهم في اللاطا. غادين نشتفوهم في اللاطا وغادين طيبوهم بنفس طريقة الطهي على درجة حرارة 170 درجة حتى يدها باللون ديالهم ونشوفوهم ان شاء الله في طبقة. هذه هم الكعكات ديالنا بعد بكملنا في الطهي ديالهم. هادو العاديين اللي قطرناهم عاديين. وهادو اللي عملنا بزرعة الكتان. وهادو اللي عملنا بزنجلان. يعني ثلاثة أشكال من عجين واحد. كل كمية يعطتني جزلي في مقدارين. يعني شيء. واللي كيبغيهم حلوين بزايد. ممكن اضاف لهم سكر بزايد. يعني حتى الكثور بعت الكثور ونصف. احتراح لقيتكم اليوم يروحكم ينالس يحسنكم واردكم. جربوا في بيوتكم. وتاكلوهم بصحة.